في الفترة اللي جاية منتقب مصر هيلعب مطشات عادية مش هيروح بطولة زي الأمم الأفريقية أو تصفية كس عالم واخد بالك فممكن أي حد يسد في دي أنا ما نادي الزمالك هتأثر جامع تمام يعني شايف إن الوينش هيكون ليه تأثير سلبي على نادي الزمالك ولا هيقدر فيدير أن هو يستعمل الأوراق اللي معاه لسد غياب الوينش ده بقى اللي يقولي الكلام ده بقى مطشي سراميكا ومطشي الآلف السوبر يبان يبان بقى نوعية اللعبة اللي موجودة دي قال إن هم الوينش أسأخلي بالك برضو في مطشي كاس مصر اللي فات بتعليق له الزمالك الوينش كانوا نقم برا وكان فيه جنبه عبغاني وكان فيه جنبه وحساب عميديد ولكن الوينش لا صخرة يعني بصراحة يعني سواء في المنتقب أو في نادي الزمالك فده بقى يبان لك في المطشين اللي جايين دول هل إن الزمالك هيتأثر ولا الموضوع عادي طيب ده عشان إيه؟ عشان إن الفرق اللي هو سراميكا والآله هيهجمه يعني هيهجمه هتبين إمكانيات هل الناس دي هتقدر بها تستحمل عبغاني مع عسام ولا الموضوع عادي وهم هيركبوا أي حد هيلعب ضدهم الفترة دي طيب يعني غياب محمود علاء كده بان شوية زمالك خسر محمود علاء؟ لا مش في المغرق على فكرة أقولك على حاجة طيب ما أنت جايب الزناري ده ما لعبتوش ليه المطشين اللي فاتوا طيب أنت الوينش تصابه معينا برضو عشان بس إيه الجهابزة اللي بيطلعوا يتكلموا يقولك يعني المسلوس ده لو لعب مطش الأهل اللي جاي بالشكل ده ربنا يستر فأنت مفروض أن أنت جايب صفقة وصفقة محترمة لأنت لازم من أول مطش زي ماديت زكريا الورد وزي ماديت نضاي وزي ماديت سامسون المطش اللي فات ده أنت لازم تدفع بالراجل ده لأنك أنت عندك الوينش على كف عفريت لأنه مصاب من السنة اللي فات فأنت مفروض أن أنت بتأهله عشان أنت اللي جاي سواء بدنيا أو الثقة عشان يبقى فيه ثقة بينك وبين اللعبة وجماهير نات الزمالك وفي نفس الوقت بيبقى رجليه في الملعب فأنت جيت أول تغييرك تلعب للمسلوسي على قاني أساس الكلام ده لو عمر جابر اللي تصاب ماشي نزل للمسلوسي على الأقل هيلعب باكراين لأنه دي حتته إنما أنت بتلعبه في حتة مش حتته ومش إمكانياته بس هو لعبه قبل كده يا حبيبي السنة اللي فاتت دي كانت حلوة أو بمرها خلاص أنت داخل على سراميكا وداخل على النادي الألف السوبر محدش أرحمك فأنت عايز دلوقتي أمان أنت عملت السفقات ليه أنت بتدعم ليه أمان أنت كنت خليت بقى لعبت السنة اللي فاتت وقلت وهو كان عايز كده يعني هو كان عايز كده فيه سفقات كتير اتعرضت عليه وهو ما وفقش ده معناه أن فيه سفقات هو مش مقتنع بيها وفيه سفقات اتعرض سوبر السوبر زي زي إبوكا زي اليسر جلاصي زي عب كبير الوادي ما أنت خلي بالك مصطفى شلبي ده جي في آخر لحظة أنت كمين اللي كنت أنت متوقع وأنا والدنيا كلها مصطفى رايح فين النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو اللي كان بيتكلم خلينا نبقى وقعيين ومنصفين صفقة عمر السيسي ومصطفى شلبي مالهاش علاقة بفريرة خالص خالص لا لا دي بعيدة عنه مطلقا دي بعيدة عنه ما أنا بقول له دي جات في الوقت الضاية أنت أخذ بالك أنما وبعدين هو لما حس أن فيه صفقتين عليهم قال عمر جابر ونضاي فهو قال لك أجيب واحد يعود بين شرق اللي هو مين مصطفى شلبي بس مش هو اللي يجاب ده ده يحصل بها المجلس الإدارة وأمير لأنه جابوهم غصبا عنه أنا بقول لك جابوهم غصبا عنه لو تعرض عليه وما كانش هيوافق خلي بالك نضاي مش هيلعب لمدة أربع أسابيع أحسن نضاي أه أحسن انت أبو قال في السلامة لأبو طب يا أخي يا عم مش تابعنا المهم يا عم نضاي ليه ليه يعني أما حسيتوش ما شوفه حتى أنه جاب جون والكلام دوت نفس بالضبط سافيو أنت حسيت سافيو ما حسناهوش فأنت بس فيه